والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن القرآن حبل الله المتين والنور المبين ربيع الموطنين وبستان العارفين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير من تمسك به نجا ومن تركه هلك وهو أحسن الحديث خيره كثير ونفعه كبير به ترفع الدرجات وتنال الشفاعات أهل القرآن هم أهل الله وخاصته نزله الله تبيانا لكل شيء فيه كل علم نافع وكل ما نحتاج إليه في ديننا ودنيانا ومعاشنا ومعادنا تدبره سلفنا فأنجز الله لهم ما وعدهم كان المسلم يتولى ولاية فيسير فيها بالقرآن يقف موقف الإمامة بالقرآن يتزوج بسورة معه من القرآن ويقدم في الدفن لأنه أحفظ للقرآن أمر الله تعالى بتدبر القرآن وتفاهمه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته كم من كافر أسلم بمجرد أنه قرأ ترجمة لمعاني القرآن قال أحد الألمان قرأت ترجمة لمعاني القرآن أكثر من مرة ثم قرأت كتابنا الإنجيل فوجدت القرآن أقرب إلى الفهم والعقل وأقرب إلى إجلال الرب ورسله فأسلمت وسعيا لربط أنفسنا بالقرآن سنحاول في هذه السلسلة بمشيئة الله اختيار آية من كل جزء نقف مع معانيها ونحاول تدبرها واستخراج ما فيها من العبر على سبيل المثال ذكر الله تعالى في سورة البقرة طلب قوم موسى من نبيهم لما قال وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كان سبب سؤالهم موسى أنهم كانوا في التيه والبرية وقد ظلل عليهم الغمام وكان طعامهم واحدا طير يقال له السلوى وشرابهم واحدا عسل ينزل من السماء يقال له المن ما أنفس هذا ما أحسنه ما أطيبه ما ألذه لكن مل القوم وذكروا عيشا كان لهم بمصر فسألوه موسى عليه السلام والخطاب لبني إسرائيل الذين كانوا وقت نزول القرآن مع أن الفعل فعل أسلافهم لماذا؟ لأنهم كانوا يتابعونهم ولأن الجيل اللاحق كان راضيا عما فعله الجيل السابق والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب من هو من اليهود موجود يسمع الآيات اذكروا يا بني إسرائيل إذ كنتم في التيه يعني كان أجدادكم فقالوا لنبيهم على وجه التملل والاحتقار لنعم الله لن نصبر على طعام واحد مع أنه المن والسلوى ونجد أن هؤلاء قد خرجوا عن الطيب إلى شيء أدنى وزمننا أيها الأخوة والأخوات فيه كثير من هذا خروج عن الفطرة والطيب إلى الخبيث والبشع على سبيل المثال بعض الناس لا يرضى بالزواج الحلال حتى يقع في الحرام ثم لا يرضى من الحرام بما يكون بالتراضي حتى يذهب للاغتصاب ثم لا يرضى بالزنا بالإناث حتى يصير إلى الشذوذ والفاحشة واللواط بين الذكر وهذه مصيبة من والله يجعل الله لنا الحلال الطيب ثم يصير بعض الناس منا إلى الحرام أحل لنا أنواع الأشربة العسل واللبن والماء مشروبات كثيرة جدا تترك كل هذه ثم يذهب بعض الناس إلى الخمر التي تذهب العقل بلو إسرائيل هم لم يذهبوا من شيء طيب إلى شيء خبيث محرم لكن ذهبوا من شيء أعلى إلى شيء أدنى وبعض الناس يدنوا فينزل إلى الحرام لكن بني إسرائيل قالوا لن نصبر يعني كأنهم لا يريدونها حتى مستقبلا وليس الآن فقط فادعوا لنا ربك لماذا لم يقولوا ادعوا لنا ربنا أو ندعوا وتدعوا معنا وإنما ادعوا لنا ربك يعني أنت فيها سوء أدب فلو نظرنا في كلامهم لن نصبر على طعام واحد جعلوا تناولهم للمن والسلوى مضجراً يحتاجوا إلى صبر مع أنه نعمة عظيمة ويا موسى وما قالوا يا نبي الله أو يا رسول الله أو أي عبارات التشريف والتوقير لم يقولوا ادعوا لنا ربنا بل قالوا ادعوا لنا ربك سوء أدب مع ربهم ومع نبيهم وقد قالوا أبشع من ذلك لما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وأن الله كتبها لهم قالوا إذا بأنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون طيب ادعوا لنا ربك ماذا أن يهدينا أن يصبرنا لا يخرج لنا مما تنبت الأرض لو قالوا ينبت لنا لكان أحسن فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت ينبت لكم كما قال في القرآن أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ادعوا لنا ربك ينبت ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وهو النبات الذي ليس له ساق كالكراث والسلق والفجل وقثائها معروف وفومها الثوم معروف الفوم والثوم وعدسها وبصلها طعامان معروفان أيضا لو كان لو كان التوسل بدعاء من ترجى إجابته من الأحياء كالصالحين والوالدين فإنه جائز ولا حرج فيه لكن عندما يكون بالأموات وأصحاب القبور هذا الشرك والله ترجمة نانسي قنقر